الآن نحتي على النقاط التي نعتمدها بتصنيف الماضي سيلر جلاند أول نقطتها سنأخذها هي الدكت القناة والسكرتر بارد طبعا لا أول شيء لازم نفهم أنه كل غدة هنا راح تكون مؤلفة من ثلاث مكونات الأول هو البيت اللي راح يطلق الفتحة أو الفتحة اللي راح تخرج من خلالها المواد المنتجة والمفرزة اللي هنا موقعها وبعدين تيجيني قناة كلش قصيرة نسميه الكنار أو الدكت وبعدين تيجيني بالأخير الوحدات الإفرازية هاي المهمة الوحدات الإفرازية وهذا كله فراغ يتجمع به طبعا بالوحدات الإفراز ستجمع مع المادة المنتجة ثم تنتقل إلى القناة أو الدكت ومن ثم إلى البيت ثم إلى اليوم المفراغ فطبعا هاي النقطين الأول الوحدة راح نقسم الغدد إما إذا على أساس القناة الدكت إما إلى سمبل يعني قناة واحدة فقط يعني غير متفرعة قناة واحدة لكن لما تتفرع القناة فراح تكون كومباوند فإذا سمبل أو كومباوند اعتمادا على القناة إذا واحدة أو متفرعة نجي إلى الوحدات الإفرازية نعتمد على الشيب مالتها يعني هذه الوحدات الإفرازية إذا كانت متطاولة أمبوبية فنسميها تيوبولر يعني أمبوبية الشكل أو قد تكون عنابية الشكل أو بيضوية عنابية أسينر أو نسميها أليفيولر يعني بيضوية شكلها حسب المصادر كمصادر سميها أسينر وكمصادر سميها أليفيولر سبناء على هذول النقطتين يعني الوحدة الإفرازية السكريتاري بارت الدكت والسكريتاري بارت قسمناها حسب الجدول التالي إلى سمبل تيوبولر مثل الانتستان الكلاند أو سمبل كو تيوبولر هذه الغدة العرقية مثال أليها الوحدة العرقية هذا الجزء يكون طويل السكريتاري بارت ومتأف فهذه المقاطع بالحقيقة مقطع مقطع طولي بتجلد فلهذا تطلع مقاطع مختلفة للأنبوبة وهنانا عندنا متفرع السكريتاري بارت براين هنا كما في حد غاستر جلان هنا أسينر هنا أسينر يعني الوحدة الإفرازية متفرعة إلى وحدين أو ثلاثة أو أكثر عنبية الشكل وهنا لما تكون قناة متفرعة أيضا ممكن تكون الوحدات الإفرازية عنبوبية أو تكون عنبية الشكل ترجمة نانسي قنقر